السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مدارس السياحة والفنادق كمدارس موجودة وهمة وبديل غير الثاني والعام لطلاب الصفة الثالث الاعدادي بالنسبة لتنسيق القبول بمدارس السياحة والفنادق هو بالتقريب بياخد من 175 ل 210 وبالنسبة للمدارس الخاصة بيوصل طبعا التنسيق ل140 درجة كحد ادنى اما بالنسبة للمدارس الحكومية من 175 ل 210 ده طبعا بالتقريب وممكن يزيد حاجة بسيطة اما عن انواع مدارس التعليم الفندقي في نوعين من التعليم الفندقي مدارس 3 سنوات ومدارس 5 سنوات مدارس 3 سنوات توفر لك الفرصة بالالتحاق بكافة معاهد السياحة والفنادق بس بشرط انك تجيب 70% على الاقل اما بالنسبة لمدارس الخمس سنوات حقك تلتحق برضو بالكليات والمعاهد بس بشرط انك تجيب برضو 70% يبدأ الفرق ما بين الثلاث سنوات والخمس سنوات الثلاث سنوات تلتحق بمعاهد السياحة والفنادق اما عن الخمس سنوات تلتحق بالكليات والمعاهد السياحية بس بشرط انك تحصل على 70% اما عن شروط الالتحاق بمدارس السياحة والفنادق اللي يزيد عمرا المتقدم عن 18 عام في اول اكتوبر في السنة اللي هيقدم فيها ان يكون لائقا طبيا اكتياس كشف الهيئة اما عن الاوراق المطلوبة اصل شهادة الاعدادية واربع صور منها ست صور شخصية اصل شهادة الميلاد وصورة منها ويتميز التعليم الفندقي بسهولة الدراسة فيه خاصة لعشاق الطبخ والمطبخ كما انه يوفر التدريب العملي اثناء الدراسة يبقى انت خارج وعندك خبرة عملية اما عن اقسام المدرسة فهم ثلاث اقسام مطبخ مطعم ارشيات سياحي وطبعا السياحة والفنادق لها مزايا كتير موضوع المذاكرة الموضوع اسهل جدا موضوع الامتحانات بيبقى سهل برضو بالاضافة لموضوع التدريب انك هتشتغل وانت بتدرس هتتدرب وانت بتدرس فده شيء عظيم انك ممكن تيجي في الوقت بتاع الاجازة ويتقرد عليك شغل وهيبقى بمرتب انت يبقى لسه بتدرس وفي نفس الوقت بدأت تشتغل وبرضو هتاخد خبرة جيدة جدا والتدريب العاملي ده بيفيدك لما بتتخرج بيبقى عندك خبرة عملية فعلية فلو انت مش حابب موضوع المذاكرة بقوة وتحب الحاجات العملية ونفسك برضو تخش كلية ممكن تخش سياحة وفنادق وتكتهد وبعا كده تخش ان شاء الله كلية كويسة وفي النهاية القرار قرارك فكر كويس وفي الاخر خد القرار وشوف الحاجة اللي تريحك ويتفوق فيها وربنا نوفقكم كلكم بانين وبنات تخش المدارس اللي انتو عايزينها وبعاكاة تخش الكليات اللي انتو عايزينها والحد هنا الفيديو بتاعنا انتهى ولو انت اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك ودوس لايك وما تنساش تفعل الجرس عشان يجيه لك كل جديد وتشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا